ويستضيف الأردن النسخة الثانية لمؤتمر بغداد بمشاركة عدد من قادة وممثل الدول والمنظمات الإقليمية ويتنع قاد النسخة الثانية للمؤتمر تأكيدا على مواصلة ما اتفق عليه المشاركون في النسخة الأولى لقمة بغداد التي انعقدت في أغسطس 2021 بشأن أهمية مساندة العراق أمنيا واقتصاديا بما يحقق استقراره وسيادته ووحدة أراضيه التعاون والشراكة مفردتان ترتبطان بمؤتمر بغداد الذي يستضيف الأردن نسخته الثانية فمن أجل التعاون والتفاهم والتنسيق استضافت أرض الهراق النسخة الأولى من هذا المؤتمر وذلك في الثامن والعشرين من أغسطس من عام 2021 ومن أجل تأكيد الشراكة وحسن الجوار يستضيف الأردن النسخة الثانية للمؤتمر بمنطقة البحر الميت كان الحضور خلال مؤتمر بغداد واحد لافتا ومميزا حضور إقليمي ودولي بارز حيث شاركت تسع دول عربية وأجنبية بمستويات تمثيل رفيعة إضافة إلى عدة منظمات إقليمية ودولية وقد اتفق المشاركون في النسخة الأولى للمؤتمر على أهمية مساندة العراق أمنيا واقتصاديا بما يحقق استقراره وسيادته ووحدة أراضيه وحمل البيان الختامي لمؤتمر بغداد واحد دعوة للتعامل مع تحديات المنطقة على أساس التعاون والمصالح المتبادلة وحسن الجوار آلية إقليمية ودولية تتخذ من العراق عنوانا رئيسيا في إطار السعي الحثيث لتأكيد إدماج بلاد الرافدين في المحيطين العربي والإقليمي وإطلاق آفاق التعاون بينه وبين جيرانه وأصدقائه عبر المستويات الأمنية والاقتصادية إلى مساحات أرحب توفر آلية وقم بغداد أيضا مساحات للحوار وتبادل وجهات النظر المختلفة بين الدول المشاركة سعيا للوقوف على أرضية مشتركة إزاء قضايا السيادة ووحدة الدول واحترام ترابها الوطني فضلا عن كيفية التصدي للتهديدات التي تحدق بالمنطقة وفي صدارتها مكافحة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها إن العقاد النسخة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يعكس الحرص المتبادلة من العراق والدول الشقيقة والصديقة على استمرار هذه الآلية وتحقيق المكاسب التي تستهدف في مقامها الأول إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة وبلدانها كافة